مراجعنا الثاني وفقرتنا الثانية معانا في لقانع دكتورة شيماء حاتم وهي الدكتورة باحثة مصرية فازت بجهزة أفضل امرأة أكاديمية على مستوى العالم في عام 2023 من منظمة ومن آيكون بالتعاون مع مجلس العالمي للمرأة حيث قدمت أبحاثة متخصصة في تكنولوجيا النانو وتخصص أيضا في علاج المشكلات الجلدية ونشر أبحاثها في مجالات علمية ودولية أنا سأنا بك فان ولكن لازم أعرف الكلام ده كله عشان بقى نعرف نتكلم معاك ونستكون عارفة وضيف مين عبارة عن إيه الجايزة أي ومن آيكون المنظمة دي عبارة عن إيه أساسا والجايزة وترشعتلها لها إزاي يعني حضرتك اللي ترشحتي ولا تم ترشيحك من بره مين همحاسك صباح الخير عليك كلكم صباح الخير عن وصري الجميلة مرسي جدا عن مقدمة الجميلة دي أنا دكتورة شايمة حاتم مدرسة صيدلانيات وتوكولوجيا الصيدلية بكلية صيدلة بإحدى الجماعات الخاصة طبعا هي الجايزة دي جت عن مجموعة من الأبحاث العلمية اللي اتنشرت في مجلات دولية داتة معامل تأثير عادي كان معظم الأبحاث ترتكز على استخدام الجسيمات النانوية موضوعيا في علاج المشاكل الجلدية زي الصدفية وزي الحب الشباب وزي البهاق وأمراض أخرى جلدية زائد في جواز أخرى كنت حصلت عليها قبل كده في نفس التخصص وفي نفس المجال حقيقة الجائزة دي كان تم ترشيح لها من قبل زميلة لي في الخارج بجري معها أبحاث علمية استنادا على الأبحاث العلمية الكثيرة لي المنشورة في المجلات العالمية وعلى إسامات المجتمعية الكثيرة لي في خدمة مجال الصحة والتعليم هي رشحتني لي الجايزة والحمد لله هم كلموني من قبل السفارة الأمريكية وعملت مقابلة في السفارة الأمريكية والحمد لله نجحت أنا وزميلة مصرية أخرى في الحصول على هذا اللقب كأفضل سيدة أكاديمية على مستوى العالم في عام 2023 ممتاز طيب كلمة سيدة أكاديمية معناها المذاكرة والأبحاث والتفصيص بالكلام والورق العلمي والكلام ده كله ولا كمان إجراء الأبحاث كله أكاديمية بمعنى السكاديمية دي تبقى معروف لها سكة معينة تمام الأكاديمية بمعنى مشاركتها في التدريس وأيضا في الأبحاث العلمية حلو حلو طيب إيه بقى الأبحاث اللي حقيقة شغلت عليها لأنك حضرتي كلتي حاجتين مهمين لغادرتي يعني ما معتقدش وصل لحل نهائي فيها اللي هو البواء مثلا والصدفية ولو في حاجة تانية أكيد أنا معرفان شريط حاجة تقوليها لأن الحاجات دي في مشاكل كتير جدا فيه ناس بتتعرض لها يعني الفيرتيجو زي ما انتعارف البواء فيه ناس بتدور عليها حاجة ومش لاقي علاق معظم الأدوية الموجودة في السوق وده سبب اللي حضرتك بتقوله إن ملهاش علاج لحد الوقتي اللي هي بنسميها الالاجات التقليدية معظمها ما بتقدرش تختارك حاجز الجلد إحنا جلدنا ربنا خلقه بحاجز يمنع دخول أي حاجة من برة لجوه أنا كنت فاكر زي من طبقاته هو طبقات أول طبقة من طبقات الجلد حاجز اسمه استراتم كونيوم حاجز بيمنع دخول أي حاجة من برة لجوه وبالتالي فيه بعد كده طبقات كتيرة للجلد الحاجز ده هو المانع رئيسي لأي دواء في السوق إنه هو يدخل بشكل فعال لطبقات الجلد العميقة ويحقق فعالية في علاج المرض المنشوط ده الحاجز الأول ده المسؤولة نوعا ما فيش حاجة بتخش بالزبط أو مش متخش الصعوب الدخول تمام جسيمات النانوية اللي احنا بنشتغل عليها دي جسيمات صغيرة الحاجز زي إن احنا بنحط مع الجسيمات النانوية حتى نسمعها محسنات اختراق يعني نقدر محسنات الاختراق دي تختارك الحاجز اللي انا قلت لحبارك عليه تمام تمام الجسيمات دي صغيرة الحاجز بتقدر تختارك الحاجز بتاع البشرة اللي هو العنيد اللي هو صعب أي حاجة تخش من خلاله وبتدخل في طبقات الجلد العميقة وبتعالج المرض المنشوط سواء البوهاء سواء الصدفية بتعالج احنا الحمد لله جربنا المستحضرات دي على الحيوان وفي مستحضرات برضو جربناها على الإنسان حال الصدفية جربناها على الحيوان وفعلا طلع نتائج مزهلة في ان المرض تقريبا ما كانش موجود طبعا المستحضرات دي منجربها طبقات كده موضعيا لا طبعا احنا منجربها المدة معينة تمام مفروض ان بعد كده الحيوان ده طبعا حسب حقوق الحيوان مفروض ان هو بيتم خلاص اعدامه وخلاص مش بنتابع معاه بعد كده الانسان احنا جربنا يعني انا عملت مستحضرات نانوية موضوعية لعلاج الكلف الكلف اللي هو النقط البراون اللي بتيجي للسيدة الحامل على الوجه وعلى مناطق مختلفة من الجسم تمام تسبب لها مشكلة نفسية جبيرة جدا تمام جربناه فعلا على سيدات في مستشفى حكومية ما تعاني من الكلف وكان نتيجة مزهلة كمان احنا منجرب المستحضرات النانوية الموضوعية دي مقارنة بالمستحضرات الموجودة في السوق عشان اشوف ومستحضرات السوق على فكرة خدباني غالية جدا يعني بتاعت الجلد بس ستيل ما عندهاش الحتة اللي عندي عندهاش صغر حجم انه ده اللي هو واحد من بليون من المتر ما عندهاش قدرة انه تختارك الحاجز وتخش عميقا في الجلد وتعالج الامراض دي بتعالجها ممكن تعالجها على يعني بعد فترة طويلة جدا تلاقي فيه تحسن يعني وممكن ما تعالجش وانا كان نفسي انا عندي انا مريض اتكلف تمام مستحضرات غالية جدا جدتها ومن بره وكل حاجة لحد الوقت سي مفيش نتيجة بس فلا هي طبعا الجسيمات النانوية دي هي الفيوتشر يعني هي اللي هتعالج النانو تكنولوجيا والفيوتشر في الصحة وفي الالكترونيك في كل حاجة في اي حاجة طيب بالنسبة الابحاث دي واضح ان هو مع النجاح ده والاختبارات البشرية والحيوانية اللي بحدود معينة انتوا بتعملوها ايه المتوقع ان كنت بتعمليه بعد كده لانه برضو خدي بالحضراتك ان دي بتبقى يعني هتعمل بومنج فهما لو ده اطلع من هنا خلاص بقى يعني زي يعني فيروس سي السوفل دي انت عارف انه كان ليه اسم اخر بره انا مش هتطرق للعمق الموضوع يعني تمام مصر اخدته وطورت وعملت وعدلت ووي ووي وصنعت الفيرجن بتاعها بتاع مصر تمام وبعد كده هتتمعالجها ففيروس سي نزل للصفر يعني خلاص انت عود زي ما انت عارفه برضو انه فيه اشقاء من الدول العربية وغيرها بيجي يتعالج هنا من الفيروس سي يعني على سبيل المثال مثلا انه برا في السعودية والدول الخليج اللي علبة الدول السي لأ بمبلغ خرافي هنا انت عارفه المبلغ بتاعها ولا حاجة بيتعالج وبيتكل على الله وبيروح صحيح فده لو حصل اعتقد انه هيعمل يعني لا انت بتتكلم في حتة تانية ولا انا غلطان في الكلامي ايه اللي يمنع بقى ان احنا ممكن نعمله ولا لسه الاختبارات طبعا هو السريرية وغيره والحاجة دي اولا دعم البحث العلمي ماشي يعني انا عارفة بس اكيد عندك بحث صعود دعم دعم اكتر لا دعم مادي ودعم معناوي للبحث العلمي لان طبعا حضرتك عشان نجري الابحاث دي بتبقى مبالغ اه طبعا طبعا وبتبقى غالبا على حسابنا طيب مجال اعمال والناس زيادة لو شافت كده ما هيجي وليك انت تبقى معايا ولا هو يعني دور مين دور الدولة ولا دور الباحث ولا دور الاكاديمية الباحث العلمي دور الباحث الباحث عمل دوره في انه عمل او عمل او لمستحضرات اقدر تعالي الباحث في شغله في شغله طبعا احنا عشان نوصل للنتيجة المرجوة اللي احنا عايزين نحققها بنصرف كتير زي طبعا الصعوبات اللي بيلاقيها بقى في المجتمع في الشغل يعني حاجات كتيرة اه طبعا فطبعا هو اول حاجة واهم حاجة لأي باحث او اكاديمي دعم البحث العلمي طيب دعم البحث العلمي انت شايفانه مفروض يتم يعني مثلا حضرتك يعني عملت جوين او ضميت لأكاديمية البحث العلمي او لسه مثلا اه لا بس طبعا ليه اعمال معاهم طب اكاديمية البحث العلمي حسب معلومات المحدودة انها بتوفر نوعا ما بروتوكولات تعاون ما بين الباحثين والمصانع واصحاب رجال اعمال والمال كلمة غلطة لا صح طبعا فيه زي فانتز زي مشاريع ممولة بتقدمها اكاديمية البحث العلمي واكاديميات تانية اخرى في الخارج وفي الداخل طبعا بنتقدم لها طبعا كل حاجة بس مش كل مرة يعني بيبقى المبلغ قادر ان هو يغطي تكاليف البحث وتكاليف الاجراءات العملية لان شغل العمل كتير وعشان انا اوصل للنتيجة الكلينيكية او النتيجة في الحيوان ده ابحث كتير بنعمل شغل حاجة اسمها خارج الجسم كتير جدا لحد ما اتأكد ان انا لما اعمل للمستحضر ده على الحيوان او على الانسان انه هيحقق نتيجة شبه النتيجة اللينا وفيصلها بره الجسم يعني انا بجربه بره الجسم الاول فطبعا دي تاست كتيرة وطبعا ببقى فيه نسبة فيلير ومش عارف ايه والكلام ده كله طبعا والحيوانات بتموت والفلوت على عينين ما يبقاش مظبوط لا يعني طبعا شغل كبير كتير طب انا كده ممكن استغل منك سؤال انت اللي هتوصليلي برضو معنا اكتر ازاي اوطن التصنيع تصنيع الابحاث بمعنى تعرفوا طبعا بره الابحاث بتبقى لها حاجة تانية خالص الطلبة والده كتير يعني بتروح بتطلع من الجامعة على مصقمع وبتتدرس ومش عارفه وكلام ده بيدرسوها بره ولو لقى في التنفيذ وكلام ده كمصنع بيبلغ يتباحس مش فشل لا بيبلغ انه يعالج المشكلة دي عشان يكمل برضو مايدول متقدمة عشان كده فبيحاول يزبط دينيا عشان يرجع في الاخر يكمل فتلاقي دايما تشابك ما بين الجامعة والطلبة الخاصة بالجامعة بره في اي كان الابحاث خصوصا العلمية منها تمام ورجال اعمال بره شايفة فكرتك ايه في توطين المسألة دي وخلاص بقى يعني المفروض وده احنا شغالين يعني باننا فترة برضو صغيرة من الرئاسة يعني رئيس الجمهورية ان هو يطلع بقى الابحاث من الدرج للشارع بقى وللواقع وللعالم بالضبط هو حضرتك جاوبت السؤال يعني جاوبت على السؤال في سؤال حضرتك لازم يبقى فيه تشابك وتناغم ما بين المؤسسات المختلفة دور مين ده بقى؟ دور الدولة بس؟ دور الدولة ودور المؤسسات هل ودورنا احنا كباحثين اهو بنطلع للنور وبنشارك بنطلع ابحاث علمية ما كل ده دور طبعا دورنا ودور افراد متعددة دور الاعلام كله يعرف التاني وكله متشابك مع التاني كله طبعا هو كل حاجة متشابك سنرجزم كله مع بعضه طيب انت شايفة الابحاث ممكن تنقل الدولة من فين لفين او الاقتصاد من فين لفين يعني كنا بقى دورنا ننكز على الشغل عشان الناس تعرف اكتر لا طبعا الابحاث ده المستقبل عشان عصي فيه ناس عندها فكرة سيئ وغلط طبعا يعني انا عارف ان هو غلط تماما الابحاث ان هي مجرد كتابة ورقة بحثية ورقة علمية لو هي ورقة علمية تتنشر ازاي في مجلة دولية عالمية معامل تأثير عالي ازاي ده معناه ان البحث ده فعلا ام هو البحث ده هيفيد المجتمع فيما بعد صحيح لكن انا مش شايفة بصراحة يعني تركيز هنا عن البحث العلمي صراحة بشكل جيد اي نعم فيه جهات بتمول البحث العلمي بس احنا محتاجين لسه مش بالقدر الكافي اه احنا محتاجين اكتر محتاجين دعم محتاجين ناس تشتغل مع بعض يعني في تخصصها يعني عشان انقل البحث ده ان هو يتجرب على الحيوان او الانسان انا استعمت بناس تاعة بريسورشر تانين بباحثين تانين لازم كلنا نشتغل مع بعض شبك تيم تيمورك اه ريسما ريسورش تيم نهو الدكتور احمد زويلا اللي ارحمه اللي هو مكتشف ان العلم النانو تكنولوجي اساسا كان معي تيم لا وانا ما انساش كان فيه فيديو لي الناس كلها تقدر تشوفوا ان هو حد بيقوله انك انت يا الله اصددت انك انت اكتشفت اطعوا يعني هو اطع السؤال قال له ما اسماش انا اسمها احنا حتى كان معاه فريق وحاجة وثلاثين واحد قال احنا احنا كلنا انا ما اقدرش اعمل حاجة لوحدة الكل دول اللي وصلوا لنتيجة دي بالزبط فاخد بالك تيمورك يا فقافة طبعا غير الشخصانة البرسوناليزيشن لا الوان من شو بالزبط لا لا انا عمر الشغل ما يطلع في نتيجة دي انا يعني احنا حتى بحثينا انا مش الوحسي انا معايا اسادزة اكبر مني ومعايا اسادزة اصغر مني ومعايا من كليات تانية ومعايا وزي ما حضرتك كنتي بس تحين بأبحاث تانيين باحثين تانيين عشان عمل تجارب بي وغير بالزبط التجارب السريرية والكلينيكية دي كان دكاترة جلدية في جامعة ما فلا كنتين كبير جدا ايه اكتر الابحاث اللي انت عايزة اتركزان brownie كدكتور أشايماء لانه برضو كل باحث بيرتبط بالمكان اللي هو عيش فيه والمجتمع ويه اكتر الأمراض انتشارا وا 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 ايه اكتر حاجة اتعايزة تركزي عليها كدكتورة شايماء اعتقد منهم اللي انت قلت عليه شخصيا اللي هو الكلف اللي هو انت تعرضتله اه طب ايه تاني ولا انت شايفة ده أكثر حاجة انتشارا في مجتمعنا أنا برضو مش عايزة أرتكز على الأمراض الجلدية بس أنا دلوقتي بتريد كمان أدخل في أمراض المخ تشخيص أمراض المخ بتعاون مع هيئة الطاقة الزرية فيعني أنا شغالة في اللايني وأنا آسف يا دي في نفس المجال صيدرانية مستحضرات مستحضرات نانوية ممكن تعالج أي حاجة في الجسم ممكن تعالج الكنسر ممكن تعالج اضطرابات المخ ممكن تعالج أمراض الجلدية دنانو تكمل أحدث حاجة في اللي هو العلاج المخ اللي هو الجامع نايف يعني الجامع نايف هو بيبقى قاعد المريض وما فيش فتح دماغ ولا حاجة وبينها عافينا كلنا يا ربي دايما وإيش في الجميع بتعدي ومش عارفه بيبقى تركيز الإشعع في المنطقة دي وموضوع كده ضخم ده برضو حنا نسميه انفيزيف انفيزيف يعني برضو حنا بنعرض للمريض لإشعاع إننا الجسيمات النانوية دي لا خالص أنت هي حاجة اسمها إنترونيز الديليفري أنت بتدخله بتدخل بإنترونيز الروت من المناخير طبعا أكتر حاجة بتوصل للمخ الروت المناخير تمام؟ اندخل الجسيمات النانوية دي بطريقة ما وهي تنطلق من صغر حاجة ما ترتكز في خلايا المخ للتشخيص ممكن تشخص مرض معين لو أنا حطط لها مثلا مواد مشاعة معاها تمام؟ بتزاودي كفائتها وكمان بتخليها زي يعني بتنورلي على المكان اللي فيه مشكلة ما أنا لسه بتطوليك هايلايت اللي حتة دي بالزبط أو ممكن تعالج لا هو النانو تكنولوجي حاجة تاني طيب إيه الأبحاثة اللي أنت دخل فيها كده الجديدة الترباط الجلد أنا برضو لسه ماشي فيها في البهاء وفي الصدفية في أبحاث يعني الحمد لله دولا أكتر حاجة عندنا في مصر ولا في حاجة تتعزدت الكلف طبعا كتير جدا البهاء الصدفية الثعلابة الأندروجينية عند الرجال الثعلابة ليه؟ الثعلابة الأندروجينية بمعلك؟ اللي هي؟ اللي هي الصلع الصلع الوراثي اللي بيبقى القطع بيه ولا اللي هي الصلع؟ لا مش قطع لا تمام صلع صلع وراسي عند الرجال أنا عملت بحث طبعا مش أنا الواحد دي أنا ومجموعة مجموعة من الباحثين وكان ده البحث المستخرج من رسالة المجستير بتاعي جربناه على رجال يعانون من الثعلابة الأندروجينية كلينيكيا يا دي مرض يعني الصلع مرض الصلع الوراثي ده 900 من بلد ما عندها المرض ده ما انا اطلب مني الحاجات دي بقى كتير جدا اي حد في العيلة طبعا الراجل يبقى عنده فراغات في شعره هو ممكن كرجل يعني يتقبلها بس هي الصلع الوراثي والده الله رحمه مصيرا وانا ممكن اتعرض لها فده اسمه مرض لكن مش وراثة بحكم وراثة شعرك بيقع لا يعني مش مرض يتدايق منه الراجل بس في حد ذاته هو مرض طبعا تدخلت برضه في السكة طبعا والجسيمات الانوية اللي عملناها موضوعيا حققت فعالية كبيرة جدا من ناحية كثافة الشعر وطوله وصائلات الشعر الاول كله وعدد الشعيرات زاد وكل حاجة والبحث اتنشر في مجلة علمية عندي بحثين اتنشره في مجلة علمية كل ده تجارب تجارب هو الكلينيكالستادي او التجارب السيريرية بتبقى اربع فيزز انا لسه في الفيز الاولاني ممكن اعرفهم الاولاني اللي هو التجارب اعرفهم فضول عشان افهم يعني اتعلم تمام الفيز الاولاني احنا منجرب على سمول سكيل يعني عدد معين من محدود من العينين وده غالبا طبعا عينين ولا حيوانات الاولى اللي انا بكلم على الكلينيكالستادي كلينيكالستادي فور فيزز تمام الفيز الأولاني؟ الفيز الأولاني منجرب على عدد صغير بشريين بشر تمام الفيز التاني منكبر العدد شوي تمام خلاص التالت بنقول نكبر نكبر لحد في الآخر اللي هو خلاص يعني النانو فرمليشنز دي خلاص انها فانا بتحقق فعليتها ممكن بعد كده تنزل السوق يعني الـ 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 المشتركين معاكم بس طبعا ان انا اشوف ان الفيز التاني بتحقق فعليتها في اكبر شريحة ممكنة من الـ اكبر شريحة دي بتاعتمي طبعا عن نوع الجسم والخلايا الورصية والجينية كل دا بيتم دراسته والدم وحاجات كتير فكتب توسع الاسكيل بتاعي طبعا وحاجة اسمي مين اللي ممكن ادخله في البحث ومين اللي مش لايق على البحث كل حاجة بندرس دراسة الاول قبل ماعمل على الانسان بتدرسه هو ذات نفسه سنه حالته الصحية بيتعرض لإيه كل يوم في مشاكله طبعا مش انا طبعا التيم بتاع دكاترة البشري الجلدية وزي بره اعتقد ببقى فيه ورقة بينك وبينه كتابية انه مسئوليتي ومسئوليتي كل واحد دي مسئوليات طبعا وكمان كونسنت ان هو يسمح ان انا انشر ايوه وانا بحطه صوره في البحث وبشيل عينه وكلام ده دي بالموافقة ضمن البحث طبعا طبعا طيب ايه تاني مع حضرتك قلت البهاء قلت الكلف وحب الشباب وحب الشباب برضو دي مشكلة كبيرة جدا للشباب انا عرف طبعا يعني يمكن اكتر هما الاربعة مش اكتر يعني الاربعة امراض قوية جدا خصوصا الصلع الوراصي دي انا ممكن شعف ان هو مرض لا انا ما عرفاش فدي معلومة جديدة ليه تضاف شكرا فكده الصلع والبهاء طبعا موجود والكلف وايه احنا قلنا ايه تاني اه احنا قلنا الصدفية وحب الشباب اه تمام والصدفية الصدفية ايه الفرق بينها بين البهاء لا البهاء ده على فكرة اخدوا هيك في خلط عشان بسطي كنا عارفة برضو انا عن نفس بخرط بينها ما انا هقولها هيك الفيتلايك وده طبعا زي ما احنا شفنا في التلفزيون وشفنا في المسلسلات هو عبارة عن تبقى على مناطق مختلفة من الجسم حال تمام انما الصدفية بيبقى وغير معدية يا دكتورة وغير معدية طبعا عشان في ناس بس فهم لا 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 غير معدية طبعا انا بقولك بس طبعا انا بأكد معلومة من حضرتك انت درسة ولا الصدفية ولا البهاء ولا الكلف موديين نهائيا نهائيا حالو البهاء هي البقع البيضاء والمختلف التلون عن الجلد اه التاني الصدفية ده بيحصل زي تهيو الجلدي في برضو في مناطق مختلفة من الجلد المنطقة بتبقى زي ما بتكون مسلوخة كده متسلخة حمرة تماما يعني دي درات تاتشس كده على الجلد فهمت طبعا بتقزي يعني بتقزي البني آدم معنويا واعتقد انها برضو بتبقى حساسة للألم والكلام ده كله كل حاجة اه طبعا يعني معنى شرحك ده انا اعتقد انها بتبقى مؤلمة ايه جدا والكلف الكلف ده اللي هو المرض اللي بيجي مش مرض مرض جل يعني زي اطرابات جلدية بتيجي لي السيرات بالذات في فترة الحمل اوكي بالذات دي بالذات ده كلف هرمونات بقى وكده ولا مالاش حلقة هو اسمها كلف ما بعد الحمل تقريبا اه بيبقى اطراب هرمونات بيبقى فيه زي على الجلد وعلى وشها وعلى مختلف جسمها وكل برضو بيأزيها جدا والصلاح خلاص الوراسي تقولتلي انا مكنش عرفها انا موليك لغد دلوقتي يعني اكيد اعتقد ان انا اقول لها الناس كتيرا اللي اطلع الصلع مرة لما لاقي الصلع يعني الراجل شعره داخل يعني هنا الحيطة دي كلها فراغ وشعره بيبتدي من هنا وهنا خفيف جدا كل ده طبعا بيبقى بندرسه الاول هل هو وراسي ولا هل هو من عوامل البيئية المختلفة اللي خليته زي كلنا شعرنا بيخف من والفري رادي كيلز الموجودة في الجو وكلام ده كله لأ طبعا احنا حتى وإحنا بنختار الكاندينس بتاعنا اللي حنطبق عليهم الفورميلات احنا كنا تارجيتنج الكاندينس اللي عندهم أندروجينيك ألوبيشيا او الصلع الوراثي يعني يكون وراسيا تمام عشان يعني ما يبقى شي خلص كده مثلا والدي وانا فبقينا كده فده وراسي وبرده بنعمل تحليل بنشوف هل ده فعلا صلع وراسي ولا لأ طب لو لا لا خلاص مش هتدخل من دمن الدراسة احنا تارجيتنج اهو ده لا بسأله اهو بسأله اهو بسأله اعتقل اهو بلال اللي وراسي أصعب في العلاج عن التاني اه طبعا ايوه 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 لكن انا بقولها على المجال يعني على البحث بتاعي انا كنت بتارجيت الميلز اللي عندها اندروجينيك ألوبيشيا انما ده مش معناه ان النانو فورميليشنز تعطي ما تعليقش برضو الناس اللي مش انت استهدفت الأصعب بالضبط بالعربي كده جيت اللي أصعب خالص وغير كده انا لازم كله يبقى زي بعضه يعني الكاندي نسبتوه يلازم كلهم عندهم نفس المشكلة بالضبط اللي هو وراسي بسم الله مشاعر عليك اللي هو اكبر هل في جوازة قبل كده حصلت عليها غير دي ولا لأ اه لا حصلت قبل كده على جايزتين جايزة من احدى شركات الأدوية على البحث اللي هو التعلابة الأندروجينية وكان نحن المال وكان فهنا في شركة أدوية هتاخد التركيبة وتصنعها على بس يعني الموضوع وقف وفيه كمان حيجة احنا قدمنا على براقة اختراع براقة اختراع ان ان احنا المستحضرات اللي هي تعالج الكلف بقى تنزل للسوق وتتصنع بس طبعا براقة الاختراع دي هتاخد وقت كبير جدا لحد ما يجي عليها الابروفل اه طبعا طيب وإيه الجايزة التانية اللي حيكا مع الخاصة اللي أنا فيها كأحسن باحث على مستوى الكلية عن البحث بتاعي في علاج الكلف كل الأبحاث دي طبعا كانت مستخرجة من الماجستير والدكتوراه فيما بعد الدكتوراه أنا بتريد بقى أتطرق لأبحاث تانية زي الأبحاث اللي هي تعالج أمراض المخ المختلفة الجديد بتاعك الجديد بقى والكانسر برضو دخلت في أبحاث تعالج الكانسر ربنا وفاقك رب واتشرفت بك جدا دكتورة شايماء وأشكرك جدا شكرا 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 كان لنا لقاء أكثر من رائع ومشارف مع دكتورة شايماء حاتف اتمنى لأكثر التوفيق تابل السنة الجاية كده إن شاء الله تكوني بقى اعتمدت كل الأدوية بتاعتك إن شاء الله بإذن الله وبراطر اخترع تكوني حصلت علي يا رب شكرا شكرا وكده خلصت معكم حلقاتكم النهاردة لمصر جميلة سنونا وحلقة جديدة إن شاء الله مع فريق أعمال جديد بكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا